أبقوا سيارة وبداية عن طريق عيسى عبدالله اللي متكفل كده بناحية اليمين تتلاقي بالكرة أمامية وهنا لمسة حلوة من دياس عند تيجالي يا ولد يا ولد يا سباستيان يا تيجالي لب أول في المباراة وهو لب البداية من سباستيان تيجالي وبسير وببل ريقوا بالهدف بسير وببل ريقوا بالهدف والأول لمصلحة الوحدة عن طريق سباست دالله اللي بينقذ مرمى الوحدة روكنية بتتلاقي بعليا واد التعادل بقى واد التعادل بقى بيجي التعادل من مكيته ديوب كنت بقول ان الضفرة مش هيسكت مكيته ديوب بيقول لي انا ماسكتش انا ماسكتش وهدف الرابع في البطول التالت في البطولة مكيته ديوب يسجل التعادل لمصلحة نادي الضفرة هدف عن طريق مكيته ديوب اللي بيسجل التعادل لمصلحة نادي الضفرة اللي كان ضرب الوحدة لكن نبص البيانية والمحاولة من الجداوي هنا بقى التاني هنا بقى التاني من يوسف الجداوي الظفرة بيرجع تاني للمباراة بالهدف التاني ويوسف الجداوي يسجل التاني لمصلحة نادي الظفرة اتنين واحد اتنين واحد نقص خبرة من الحارس فيه اللقطة اللي فاتت من فاق الضرحاني ومن الدفاع والجداوي بقى مسدق خد الفرصة وراح يسجل التاني لمصلحة نادي الظفرة على الكرة ويرجع عند يوسف محمد يوسف يبتدي الهجمة من اليمين وقادي محاولة لعب الكرة بالعرض لكن تخبط كويس جدا في علي الحمادي وتبقى رامي التماس عند الشحي عد الشحي لعب البينية حلوة عيسى عبد الله يلعب العرضية تجالي يا ولد يا ولد عليك يا شوت أول ويا سلام عليك ولد يا تجالي التعادل لمصلحة الوحدة بقول لكم المباراة فيها سيناريوهات كتير وقادي التعادل من سباستيان تجالي لكن وانتوا حكاية وانتوا حكاية ورواية ما بين الشحي وما بين عيسى اللي لقى بالكرة بالعرض